تقول يعني في دعاء سيد الاستغفار في أذكار الصباح والمساء اللهم تقول عندما أقول أنا عبدك أو تقول أمتك طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت هل المرأة تقول وأنا أمتك هذا فيه كلام لأهل العلم أخت الفاضلة منهم من قال يلتزم نظم النص الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام والمرأة أيضا هي من عبيد الله عز وجل فالله جل وعلا يقول جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عد وكلهم آتي يوم القيامة فردا فجمع الله عز وجل كل من في السماوات والأرض بإسم العبودية ومن أهل العلم من قال بأن المرأة لها أن تقول وأنا أمتك ابنة عبدك وقالوا بأن ثبت عن الصحابة أنهم قالوا والأمر في هذا واسع والذي يظهر التزام ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن لو قلت هذا فإن هناك عمل للصحابة بقول أنا أمتك أنا أمتك والذي يظهر التزام الحديث بارك الله فيك ترجمة نانسي قنقر